امتى بتكرر ان الاغنية دي انا اللي حلحنها? اه اول ما بيجيني الكلام انا بحس على طول ان زي يعني ان لأ الكلام ده. تاعي. اه. اه. اه كان مرة. حصل في ايه? في اني اغنية مسلا. كتير 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 يعني يعني ممكن جدا اه ارمي المنديل مسلا اه لاغاني القديمة يا ابو جلبية وبيه. اه. اه. الليلة دوب. اه. كل الحاجات اللي انا لحمتها في الوقت ده. اه. ونجح وكسر اه. حاجات كتير حاجات كتير. بيجي الكلام بيبقى مسلا ممكن على فكرة ممكن يكون الشعر سواء بقى سامح العجمي او ريدا زايد او وقتها كان عادل عمر او اي حد بقى من الشعرة صحابنا امير طعيمة ايمان بهجة. ايمان بهجة امر اه. اه. ناصر الجيل. يعني كل الناس الجميلة محمد عاطف. اه عمر الجارم. بيعني وكان كان جاب لي مرة اغنية برضو اسمها عيونه كذبين ووزعتها وعملتها. الكلام بيأثر فيه. بحس انا انا شايف جملة اللحن. حسسها على الكلام على طول. انا بصي انا موهبة التلحين بالنسبالي. قد قد موهبة الغنى. الغنى بالزبط. انا بالنسبالي الكنين انا انا بعشا ان انا امسك كلام كده. وحوله بقى لغنوة. هم مجرد كلام لا. لان انا بيبقى في دماغي ازاي يحاوله. لان حاسأل الناس فين في الجملة الموسيقية? حاسألهم فين? هديهم يعني تقرير انك ان انا هنا مبسوط ولا? هازعل فين? هتأثر فين? كل ده بيجوء اللحن. مصطفى امر خلتني اسرح دلوقتي في حاجة يمكن. انا دايما كتشغلة بالي. المطرب لما بيقف على المسرح وبيغني وبيلاقي الاف وملايين الناس. مم. بيقرروا اغنيته قدام عينه. مم. اكيد ده احساس. طبعا. يعني ما يتعوضش. لأ ما يتعوضش. يعني اما انت تكون بتغني اغني وتعمل الميكروفون كده وتلاقي الناس هي اللي بتغني. بتغني معك. غير التسقيف. طبعا. انهم حافزين الكلمات باللحن وبيدندنه. طبعا. الاحساس ده بيعمل ايه في المطرب? بصي ده هو بيعمل حاجة مش بس في المطرب. في الناس. تعارفة الناس كلها. لما بتلاقيها متوحدة مع حد. بصرف النظر عن مصطفى امر او غيره. في اي موقف. في اي حاجة. مم. وعدين حتى بيسمعوا حد بيتكلم. وراح اقال كلمة معنا كلهم. والحاجين مسقفين او دمعوا في نفس اللحظة. اللحظة دي اللحظة دي. بيبقى فيه طاقة ايجابية. طلعة قوية جدا. بينهم بين بعض. وزي ما يكون فيه اه حالة روح متماسكة واحدة. كأن ارواحنا كلنا انسجمت كلها في روح واحدة كبيرة. ده اللي انا بحسه. ده احساس اه فيه مش يعني اه مش ممكن مش ممكن تشوفيه غير في اللحظة دي. يعني ده اه طبعا. يعني ايام الفنان اه حمد زاكي الله يرحمه. لما لما طلع. بطل. فيلم البطل. اه طبعا اشتغلت معايا. لما كان في اخر ايامه كان عيان وروحنا حضرنا له مطمرة حيتلع يتكلمنا. انا وكان كل النجوم موجودين. كان على فيلم حليم. اه اه. انا فاكرة المؤتمر كان في الفندق. ايوة. وطلع اتكلم عن حاجة لطيفة جدا يعني. اتكلم عن حاجة باحساسه هو في اللحظة دي. كلنا كلنا تأثرنا. كان بيقول عيشوا اللحظة. كل لحظة وانتوا طيبين. بالزبط. بيقول عيشوا اللحظة. وهو بيقول عيشوا اللحظة. هو حاسس بقيمة الثانية اللي بتعدي. بيقول خليكوا جنب بعض. كلنا عيطنا. وكلنا سقفنا سقفنا له. هو ده الاحساس بقى اللي هو بتاع وقفة ان انت تقفي. في المسرح. وتقولي حاجة او توصلي احساس. من غير مزيكة خالص. الناس بتغني معايا كلمة كلمة. اغنية ما فيهاش حاجة بتتكرر. طبعا. قدقي الناس حافظت الاغنية دي. وبعدين بتغنيها معايا. وبيستنوا حتة معينة. بعلى فيها بيسقفوا لي جامد جدا وارجع اكمل. لا احساس المسرح ده احساس لا يعوض.